صباحكم نور أعزائنا ومتابعين على صفحتنا على نورسات جوردن وأيضا على تلفزيون نورسات تليلومير نصبح عليكم اليوم بهذا النهار المميز والذي نستضيف فيه شخصية مميزة علينا كمان أيضا نحن شكرين حضورها في هذا الصباح الباكر لنطلع عليكم وعلى مستمعينا وعلى مشاهدينا وللحديث عن مواضيع كنسية بتهم المؤمنين شخصيا بصراحة لأنه في كتير أمور تطرح على الساحة الكنسية وأيضا تطرح بالإعلام عن بعض التساؤلات فأثرنا أنه أبونا ضيفنا العزيز أنه يحضر شخصيا للحديث مباشرة معكم بخصوص حدث مهم جدا في كنيستنا الكاثوليكية فرحبوا معي مع أبونا جمال خضر النائب البطرياركي لكنيسة اللاتين في عمان أهلا وسهلا أهلا فيكم وصبع الخير للجميع الله يسلمك يا رب وشكرا لحضورك يعني في هذا الصباح الباكر شكرا لإلك أبونا نحن في برنامج صباحكم نور يعني وعرفك وعرف المشاهدين على حضرتك وأيضا أعرفك على البرنامج هو برنامج صباحي للحديث مباشرة مع الناس فالناس بتتابعنا على التواصل الاجتماعي فبيطرحوا أسئلة كثيرة يعني من وقت ما نشرنا البوستر اللي هو بيعلن عن الحلقة وعن استضافتنا لحضرتك تم هناك فيه كان كثير من الأسئلة المطروحة حول موضوع السينودوس وخاصة أنه نقلنا مباشر الاحتفال في افتتاح السينودوس في نهار السبت صباحا فالناس عم تتساءل عن السينودوس والمسيرة وقدست البابا شو المطلوب ليش عمل بابا سينودوس لماذا فالأسئلة هي يعني أسئلة الناس وهي أسئلة بسيطة مش من بساطة الناس لكن الناس بتحب تفهم بلغتها بتفهم بطريقتها المعتادة طبعا نحن مش زي كل برنامج يعني يوم ثلاثة صباحكم نور أنا بشكر كل اللي على المتواصلين معنا على الصفحة المباشرة ولي بعثونا الصباحات وبصفحه عليك أبونا فبداية خلينا نصلي معا مع أبونا جمال خضر لربنا يعطينا البركة في هذه الحلقة المميزة فتفضل أبونا بحبام الصلاة خاصة عملت من أجل السينودوس اللي ابتدأنا وهذه الصلاة اللي رحي ننشرها وتكون متوفرة دايما ولي نصليها بشكل مستمر خلال هذه الأشهر القادمة أمين أيها الروح القدس ها نحن واقفون أمامك ومجتمعون معا باسمك أنت مرشدنا الوحيد تعال إلينا أمكث معنا ارتضي أن تسكنا في قلوبنا علمنا الهدف الذي يجب أن نصبه إليه وأظهر لنا كيف نسير معا نحن ضعفاء وخطأ فلا تسمح بأن نحدث الفوضى حولنا ولا أن يقودنا الجهل في طريق السوء أو أن يؤثر التحيز على تصرفاتنا دعنا نجد فيك وحدتنا حتى نتمكن من السير معا نحو الحياة الأبدية ولا تبعدنا عن طريق الحق وعما هو صالح نسألك هذا كله أنت الذي تعمل في كل مكان وزمان في الشركة مع الأب والابن إلى أبد الأبدين أمين أمين فعلا أنها صلاة بتوجز يعني المعنى السينودوس والرسالة السينودوس أبونا نحن قبل ما ندخل في موضوع السينودوس طبعا أنا بحب أخبر مشاهدينا مشاهدينا ممكن شفته في مقابلة نحن قمنا بها مع أبونا جمال خضر فهو ليس أول مقابلة مع النورسات ولا فريق النورسات لكن كانت في مقابلة رسمية في المطرانيت اللاتين قمنا بها وسننشرها إن شاء الله في الأيام القادمة لكن هذه الإطلالة هي أطلالة محبة لمستمعين ومشاهدين نورسات عبر العالم يعني اللي بيشوفونا بكل أنحاء العالم فهذه مشاركة خاصة من أبونا جمال خضر بيطل عليكم فيها من خلال الشاشة الصغيرة في البداية يعني قبل ما نتحدث عن السينودوس أبونا نحتفل بجميع القديسين وذكرى الموتى فبس يعني صار في عند الناس مثل ما تقول في ارتباك بين الاحتفال بجميع القديسين وهلاوين وقصة هلاوين والبتاع بالشخصيات التنكرية وكنسيا موضوع هلاوين والاحتفال بجميع القديسين ما هو أساس هذا الاحتفال الكنيسة خصصت شهر تشرين ثاني شهر نوفمبر للصلاة من أجل جميع الموتى المؤمنين قبل ما نبدأ مباشرة بالصلاة من أجل الموتى نحتفل في واحد تشرين ثاني بعيد جميع القديسين هنا الكنيسة بتظهر وحدة الكنيسة ووحدة جميع المؤمنين هناك من صبقونا إلى المجد السماوي القديسين منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم كثيرون فمشان هيك نجمعهم جميعا في عيد واحد ونصلي لهم جميعا حتى نتحد بكنيسة السماع ومن اثنين تشرين ثاني نبدأ شهر الصلاة من أجل الموتى بذكرى الموتى المؤمنين اليوم اللي فيها نصلي من أجل موتانا موتانا لما بيموتوا في إيماننا منعرف أنهم لا ينفصلوا عننا ينفصلوا جسديا نعم ولكن من خلال الصلاة نتحد مع هؤلاء المؤمنين ونصلي من أجلهم فنسميها الكنيسة المتألمة التي تنتظر التمتع بالسعادة الأبدية نعم فنحن كنيسة الأرض نصلي بالاتحاد مع كنيسة السماء ونصلي من أجل المتألمين الذين ينتظرون السعادة للتعبير عن هذه الوحدة اليوم هي الانطلاقة كل هذا الشهر هو صلاة من أجل الموتى فيما يتعلق بهلاوين العادة اللي موجودة هي عادة ليست من بلادنا وكان ارتباطها ما بين ذكرى الموتى المؤمنين مع بعض المعتقدات الشعبية اللي كانت موجودة خاصة في أمريكيا الجنوبية ومعتقدات شعبية حول الموتى اللي بيرجعوا من جديد فمشان هيك كل التنكر اللي بصير والحقيقة هالوين جاي من هالو اللي هو قديس يعني معنا الاسم ولكن أخذ منحة مختلف تماما في بلادنا ما بنحتفل بالهالوين في بلادنا بنصلي من أجل الموتانا في بلادنا من مجد الله على جميع القديسين اللي في السماء فروح هالوين لا تتناسب مع إيماننا وهي معتقدات شعبية كما قلت جاي من الغرب فهذا شي جديد على بلادنا لما الناس بيحتفلوا بالهالوين هم مش عارفين إيش معنى الهالوين فعلا عبونا حتى في الأسواق صار في هناك محلات تجارية بس بتبيع القلب اللي بيهز حتى في المدارس عم بيحتفلوا بالهالوين حتى مدارس المساعية نعم عم بيحتفلوا بيلبسوا للأطفال باتمان أنا عندي مناعة الاحتفالات للهالوين يعني أنه عم بيلبسوا مثلا أوكي مش في الكبار عم بيعملوا شخصيات جدا مرعبة يعني وعم بيحاولوا يتفننوا بالأزياء المرعبة وطبعا الأطفال عم بيلبسوا الأشياء المفرحة مثلا الشخصيات المحبة بلائلهم من الكرتونية إلى آخره لكن هذا عم بيغزوا مجتمعنا من خلال الأطفال ومن خلال المدارس من خلال كثير من العادات الغربية اللي هي غريبة عن بلادنا تصل لبلادنا والسبب الرئيسي بعتقد هو سبب تجاري للربح ولكل هذه المناسبات حتى أن الناس يشتروا ويحتفلوا إلى آخره بدون ذكر أسماء ثاني ولكن في كثير من المناسبات اللي هي مش من بلادنا نعم إحنا لازم نميز ما بين ما هو صالح ما هو جيد ما هو يدعم عيد العمال مثلا هي مش جاي من بلادنا ولكن مناسبة أن نقف لنرى ما هي حقوق العمال عيد الأم إلى آخره أما هلوين أنه الموت يعودون يقومون من القبور ويرجعوا إلى الأرض ويخفون إلى آخره بعتقد أن هاي معتقدات غريبة ونكون واضحين جدا في معارضتنا لهذه الاحتفالات لأنه لا تتناسب مع إيمانا الموت انتهى وجودهم على هذه الأرض بانتظار يوم القيامة ولن يعودوا الموت تعريف الموت هو اللا عودة إلى الحياة فهؤلاء الذين نصلي من أجلهم نصلي إلى الله من أجلهم وهذه الاحتفال بعتقد أنها غريبة أحيانا تأخذ على سبيل الترفيه إلى آخره ولكن تطرح هذه الاحتفالات أسئلة ما معنى هذه الاحتفالات التي نقوم بها فأعتقد يجب أن نكون حذرين من إدخال أي عادات غريبة على بلادنا يعني ما تفضلت أبونا إذا تضلت على مستوى الترفيه ولا يعني أنه هيك ما تأثير على الأطفال في هذه الشخصيات المرعبة في إظهار الدم مثلا في إظهار الهيكل العظمي إلى آخره بعتقد تأثيره والمختصين على نفس الأطفال يساعدونا أنه تأثيرها سلبي على الأطفال بحاجة أن نفرح الأطفال بكل ما هو جميل وبكل ما هو صالح ولتربيتهم على القيم الإنسانية إلى آخره أما ما معنى أن نعودهم على صور مرعبة نعم نعم منفرة كمان أيضا لنحمي أطفال نحمي أطفال لكن بدي أخذ منك أبونا أنه هذا العيد هالوين وبما ظاهره اللي عم نشوفها حاليا ليس عيد ديني أو كنسي لا يمت أبدا بشي ديني أو كنسي أو إيماني لكن هناك عيد جميع القديسين وأيضا هناك عيد ذكرى الموتى نعم ربطوا عيد هالوين بذكرى جميع الموتى المؤمنين نعم ولكن لا علاقة لها مع إيمانا لا إلا علاقة نعم مع إيمانا نرجع إن شاء الله مشاهدينا واللي تسألوا عن عيد الهالوين نعيد جميع القديسين وذكرى الموتى إنهم عرفوا الفرق والكنيسة رأيها في هذا الموضوع يبقى الموضوع ترفيهي فقط ترفيهي ولكن دعوة لكي ندعو جميع المؤمنين أن يصلوا من أجل الموتى نعم نشترك في القدس في الكنيسة نعم نصلي في البيوت هذا هو الوقت لكي نتذكر عموتنا الأحباء ونصلي من أجله بصراحة أبونا عنا كثير تقليد هوني في الأردن إنه حتى اللي ما بيرتادوا الصلاة خلال الأسبوع بس بهذا العيد ذكرى الموتى بيطلعوا كلهم على المؤبرة بيعملوا أداس مشترك بيصلوا لكل هذه عادات مسيحة هذه عادات أصيلة من بلادنا زيارة المقبرة للصلاة وفي كثير من الرعاية اللي يقيموا القديس اليومية بتكون هذا الشهر مخصص من أجل الموتى فكل مرة عيلة معينة بيجوا بأسما فتجتمع العيلة للصلاة فهذه العادات الأصيلة أن نجتمع للصلاة ونذكر موتنا فعلا نذكر موتنا صليلهم يعني في هذا الشهر لما عند ذكرى الأموات بالأداس بتلاقي في لائحة طويلة فليكن للكي نعبر عن هذه الوحدة في الله في الصلاة لأنه نفصلوا عنا جسديا نعبر لما منذكرهم على الهيكل في الكنيسة نعم فعلا الله يرحم جميع الموتى وخاصة في زمن كورونا شاهدنا عداد كبيرة من أحبتنا ومن أهلنا من عائلاتنا يعني التوفوا بسبب كورونا فربنا ينجينا خاصة في هذه الأيام كمان وإحنا جايين مقبلين على الشيطاء كمان وأعداد عم بتزيد من كورونا فربنا يحمل جميع أمين يا رب أبونا نرجع للسينودوس دعا قداسة البابا للصلاة ومن أجل التحضير لسنة السينودوس اللي راح تكون بألفين وثلاثة وعشرين والسينودوس يعني دايما منسمع السينودوس الأساقفة السينودوس الكنيسة الكاثوليكية موضوع السينودوس ومعنى السينودوس ولماذا الآن؟ السينودوس اللي في الكنيسة الكاثوليكية واللي بدأ بطريقة منتظمة بعد المجمع الفاتيكان الثاني هو اجتماع للأساقفة من كل أنحاء العالم للتبحث حول أمر معين موضوع معين تخص الكنيسة موضوع العائلة حتى مثلا حيز مهم في السينودوس قداس البابا فرانسيس أجاب فكرة جديدة بدل ما أن الأساقف يجتمعوا في روما كمفروض في الفين واثنين وعشرين نعم خال معنى السينودوس هو أن نسير معا وهذا لا يخص فقط الأساقف يخص كل الكنيسة نعم فلنبدأ بطريقة عكسية أن نصغي للمؤمنين المؤمنين يجتمعوا معا يصلوا معا يصغوا لبعضهم البعض وهذه الأفكار تنتقل إلى الأساقف نعم ونوضع برنامج البرنامج بدأ من بداية الشهر تسعة تشرين الأول لما قداس البابا أعلن بداية السينودوس المرحلة الأولى وإحنا يوم السبت وبالاتحاد مع كنيسة القدس كلها اللي كانوا مجتمعين في القدس وإحنا في عمان بدأنا هذا السينودوس من يوم السبت حتى نبدأ من المؤمنين من الرعاية من جميع المؤمنين أن نجتمع معا نصغي حتى شهر نيسان القادم نعم وهناك فكرة جدية بتمديدها لأنه الفترة القصيرة حتى شهر أب السنة الخادمة مشا نكون عندنا وقت كافي نعم اللي فيه نلتقي مع بعض ومن ثم يتم تجميع كل هذه الأفكار في الأبرشية في بلادنا وثم تنتقل للمرحلة الثانية المرحلة الأولى عندنا تخص جميع الكنائس الكاثوريكية وكان القرار من اتحاد رؤساء الكنائس الكاثوريكية في الأرض المقدسة أن يتم ما بين كل الكنائس مع بعض ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية تسمى المرحلة القارات كل قارة تجمع ولكن بالنسبة لنا سيكون البطارك الكاثوريك في الشرق نعم فتجتمع كل هذه التقارير ثم يتم دراستها وتباحث فيها وإلى آخره حتى شهر تشرين ثاني من عام الفين واثنين وعشرين حتى تنتقل إلى روما نعم وهناك لجنة خاصة في روما تجمع كل هذه التقارير تحضيراً للسينودوس الأساقفة في الفين وثلاثة وعشرين فهيك سينودوس الأساقفة بيستلموا كل رأي الشعب لأنه كثير مرات إحنا بنحكي مش بس مع الشعب بنحكي عن الشعب نعم القداس البابا بيدعونا إلى أن نصغي للشعب نعم إحنا عادة الشعب بصغيلنا يعني هذا المعروف هذا المعروف أنه نحن بنصغي لكم نعم البابا بيدعونا إلى العكس أنه إحنا نصغي للشعب نعم ولما بقول للشعب المؤمن بعني بكل فئاته بدون استثناء نعم نصغي إلى كل الفئات بما فيها المؤمنين بعيدين على الكنيسة نعم أنه حقهم أن يسمعوا صوتهم فهلا إحنا بدنا نسمع على الناس حول العنوان السينودوس وهي من أجل كنيسة سينودوسية سينودوس طبعا السير معنا السير معنا نعم شركة ومشاركة ورسالة نعم هذه المواضيع اللي نجتمع فيها حولها هذه المواضيع متباحث ما معنى أن نكون أعضاء في الكنيسة ما هي رؤيتنا للكنيسة ما هو واقعنا اللي موجود ماذا نريد من هذه الكنيسة ما هو دورنا وخاصة لو أقول خاصة بعنا فيها بالذات في الأردن وفي الشرق نعم وهو ما هي رسالتنا نعم إحنا ككنيسة رسالتنا مش فقط لأنفسنا رسالتنا لهذا العالم ولهذا المجتمع ولهذا البيئة اللي إحنا منعيش فيها فخلينا نراجع رسالتنا هل نقوم بهذه الرسالة الرسالة الإنجلية كل انغلاق على الذات على سبيل المثال هو لا يسمح لنا بأن نقوم بهذه الرسالة نعم فرسالتنا تعني أن نكون منفتحين على المجتمع على البيئة على الوطن اللي إحنا منعيش فيه حتى أن نقوم برسالتنا رسالة المسيحية الحقية خلينا نراجع هاي الأمور مع بعض خلينا نحكي مع بعض والإصغاء الكلمة تتكرر كثيرا في الوثائق التحضيرية للسينودوس أن نصغي بعض ما لبعض وأن نصغي إلى كلام الله نعم وهذا الكلام الله الكتاب المقدسة اللي بديه حيلنا حتى أنه نجيب على هذه الأسئلة اللي في ما بيننا فننظر إلى أنفسنا إلى واقعنا ماذا نريد وكيف نسير إلى الأمام في كنيستنا المحلية أبونا في الأسئلة اللي عم توصلنا كمان ومن الأسئلة كمان اللي وصلتنا أنه ما هي المواضيع وهلا هذا السؤال طرح لما أنت حكيت عن أنه في مواضيع سندرسها وسيتم تقديم تقارير للبطاريكا ومن البطاريكا للسينودوس أنه أمام قداسة البابا ووقت السينودوس ما يتم ما هي المواضيع اللي عم بتهم قداسة البابا ويسمعها من الشعب أولا فيما يتعلق بالتقارير الموضوع ليس الاكثار من التقارير مشان هيك التقارير يجب أن تكون مختصرة نعم مشان ما يكون عبئ ومن ناحية ثاني ضرورة التقارير مشان اللقاءاتنا مع بعض ما تنتهي بنهاية اللقاء نطلع بنتيجة مكتوبة تنقل إلى المنصق العام للسينودوس ومن ثم إلى الكنيسة الجامعة الموضوع هي شركة مشاركة والرسالة نعم ما هي مشاركة المؤمنين يعني تعودنا على نمط معين في حياة الكنيسة أحيانا لازم نراجع نعم وين دور المؤمنين وين دور العلمانيين وين دور المرأة في الكنيسة ايش اللي قاد بصير في الكنيسة ليش بعدنا لليوم منحكي انتو الكنيسة ومنعني فيها رجال الدين بينما احنا الكنيسة لما المؤمنين بكونوا وعيين على انهم هم جزء من الكنيسة معناته هم لهم دور نعم فقنا ننظر إلى الواقع اللي موجود بكل نواقصه وبكل السلبيات أيضا اللي موجودة لأننا رجب نكون واضحين مع نفسنا حتى نحدد شو دورنا في الكنيسة الوثائق التحضيرية خصوصا ما حددتش مواضيع محددة حتى تترك للمؤمنين مجال انهم هم يشاركوا ويطرحوا المواضيع اللي بيتهمهم وحكينا عن موضوع الرسالة خلينا نتساءل مع بعض بلاش انا ككاهن او اخول الناس رسالتك واحد اثنين ثلاث المؤمن قادر ان يحدد هاي الرسالة ولكن ذكر مش المؤمن كفرد كعضو في الجماعة فمن هون الدعوة الى اللقاء الى الاجتماع الى الجماعات المختلفة الى اخره حتى كنا مع بعض نحدد ما ناتو اولا نذكر مين احنا هذا مهم جدا اصولنا اصولنا في كمسيحي في هاي البلاد من العنصرة نعم احنا جزء اصيل من هذي البلد احنا وجودنا كان دائم من الفين سنة في هاي البلد واحنا اللي مواطنين اللي بنينا نعم وساهمنا في بناء هذا البلد نعرف مين احنا نعرف تاريخنا وتاريخ رائع جدا وتاريخ اللي في صعوبات كمان حتى نوصل للواقع اللي موجود واليوم بحاج الى مراجعة والكنيثة بتسميها فحص الضمير نعم نرجع لانفسنا وين السلبيات اللي اللي موجودة النواقص اللي اللي موجودة نراجع عنفسنا هل نعيش كما يجب رسالتنا الاخرية ومن ثم ننطلق الى المستقبل ماذا نريد لكنيستنا وهونا القداس الباب بتعونا انه نحلم نحلم يعني نحط ايش اللي بدنا اياه ما نتردد لانه لما نكون عارفين ايش هو الهدف بصير اسهل علينا نوصل للهدف نعم اما اذا مش عارفين ايش هدفنا عمر ما رح نوصل نعم ماذا نريد من كنيستنا وكيف يمكننا ان نساهم احنا في رسالة الكنيسة وفي عمل الكنيسة نترك مجال للروح القدس نعم حتى انه هو اللي يقودنا وين رح نوصل في نهاية هاي المسيرة الروح القدس هو اللي بيقودنا والروح القدس هو اله المفاجآت خليه فاجئنا بنعمه الكثيره بمواهبه الكثيره خليكتشف المواهب المختلفة اللي موجودة في كنيستنا كثير من المواضيع اللي ممكن انه ولكن نحصرها في الانوان وهو شركة مشاركة ورسالة نعم هذي المواضيع هون اذا تسمحيلي في المقطع الانجيلي اللي اخترناه هو مقطع تلميذين امواس نعم جدا بدي احكي معنا ماذا تم اختيار هذا المقطع تلميذين امواس لانه مقطع رائع جدا نعم نذكر الحادثة في الفصل 24 من انجيل خديس لوقا نعم تلميذين يوم احد القيامة بيغادروا الخدس وبيغادروا الخدس يأسنين محبطين خاب املهم بيلتق معهم المسيح بيسألهم ايش فيه بيستغربوا السؤال كل اللي صار ما صار مع يسوع الناصري الذين كنا نظن انه هو المخلص فعبر عبروا عن تذمرهم عن استياءهم عن الاحباط اللي كان موجود يسوع مشا معهم هذي المسيرة اللي بنعني فيها السينودوس ننطلق من واقعنا واقعهم بالنسبة لهم كان واقع احباط بين قوسين في كثير من النقاط اللي تسبب لنا الاحباط اليوم في الكنيسة خاصة الايامات هاي احباط شديد خاصة مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية وازمة الثقة اللي موجوجة والهوية وداخل الكنيسة ايضا وكل تحفظاتنا وانتقاداتنا للكنيسة الاخرهي بتسبب الاحباط المسيح فيه مسيرة طويلة اللي مشاها معهم فتح اذهانهم لكي يفهم الكتب نعم فخلق هذا التشوق في داخلهم لحد ما انهم وصلوا الى قربوا على عمواث فخلو له امكث معنا تعال وشددوا عليه لانه حاول انهم شددوا عليه لانه شعروا بالحاجة انه يكون معهم دخلوا بيتهم اكيد كانوا جوعانين في اخر النهار بس شعروا بجوع اخر انهم يسمعوا اكتر وهون عند كثر الخبز فتحت عينهم وقالوا ما كان قلبنا متقدا ففي رجاء جديد في بداية جديدة في نور جديد اللي وضعوا صيد المسيح بقيامته من خلال هاي المسيرة ومن خلال الكتب والاشي الجميل في هذا المقطع نهاية المقطع ليس في أمواس نهايةها ان يعودوا الى الكنيسة يعودوا الى الجماعة الرسل يعودوا لكي يبشروا رأينا الرب مكاننا الطبيعي ليش بعيد عن الكنيسة مش بعيد عن القدس بالملع الكنيسة الاولى كنيسة الرسل مكاننا عينيها ارجعوا على القدس مباشرة حتى انهم يبشروهم رأينا الرب Commerce نهاية طبيعي وهو في الجماعة هذا المسيح نبدأ من واقعنا نبدأ من بطاطنا خلينا نسميها ومن الأشياء الجميلة كمان اللي موجودة في الكنيسة ونعمل نمشي مع بعض ونصغي إلى الكتاب المقدس إلى صوت المسيح حتى أنه نزرع رجاء جديد نزرع نور جديد ونزرع هذه الرغبة في أن أكون جزء من اللي قاعد بصير جزء من هذه الكنيسة من هذه الجماعة يعني أبونا بدكت من خلال كلامك اللي فهمناه أنه السينودس هو زي ما تم يسوع اللقاءه بتلميذي عماوس أنه التقى فيهم وسمع إحباطاتهم وسمع ألامهم خيبة أملهم استياءهم من اللي صار مثل هيك قداس البابا بدوا يسمع من الشعب من خلال الكهرب سمع الثاني في عمواس أولا يسوع سمع نعم وبعدها هم سمعوا ليسوع من خلال الكتب اللي هو هذا البارد أو هذا الجزء اللي بيقدروا الإكليروس اللي يساعدوا في الشعب لما الشعب تحكي إحباطاتها وتحكي مأسيهم وتألمها واضطهاداتها نفعلاتها ألامها هي المهجرين إحنا ألا بنا نحكي عالواقع التحكين عندك المهجر عندك المهاجر عندك اللاجئ عندك الفقير والغني حتى كمان يحتاج إلى أنه القصغى أن شخص يسمع له عندك الأم عندك الطفل عندك الطالب عندك الجامعي فكلهم بحاجة اللي من الناس تصغيلهم يشتكوا حاجتهم يحكوا حاجتهم يحكوا استياءهم فهذه هي المرحلة الاولى من السينورس نعم هلا في ثماني نقاط دي اذكرها باختصار اولا ان نتذكر مين احنا نحكينا عنها نعيش واقعنا كل نظر حولنا للواقع مش بس داخل الكنيسة اللي هو مهم جدا لكن المجتمع البيئة اللي احنا عيش فيها الأزمات الاقتصادية الاخرية اللي نعرف مين احنا تجذرنا في هذا البلد وتنوعنا ثم الاعتراف بكل فئة وهنا بيذكروا الاصغاء الى الشبيبة الى النساء المهاجرين اللاجئين الفقراءة هذا الجزء كمان اصيل من كنيستنا واللي يعني مطلوب مننا انه نستمع الهم ثم عنا بطحس الضمير الراجع عنفسنا ونشوف الاخطاء اللي موجودة ثم الانفتاح على المجتمع الانفتاح على غير الكاثريكي وهذا مهم جدا نصي ايضا ونتعامل مع الكنائس الاخرى بروح مسكونية وبروح انفتاح حقيقية وايضا الانفتاح على المجتمع كله اللي منعيش فيه بكل فئاته ومن هنا دعوة الى بناء الى ولادة جديدة بناء علاقات جديدة لقاءات مع غير المؤمنين مع الجميع الى اخره حتى ننتهي برؤية للمستقبل ما هي رؤيتنا اي مجتمع نريد ان نعيش فيه اي كنيسة نريد ان نعيش فيها ما هو العالم الذي نتركه لابنائنا هل افضل مما استلمنا ولا اسوأ يعني لما بتأمل في هاي النقطة على سبيل المثال من ناحية ايمانية في كثير من النقاط احنا اسأنا افشلنا كهذا الجيل سلمنا لابنائنا عالم اسوأ من العالم اللي استلمنا احنا لو اخذنا على سبيل المثال موضوع البيئة اليوم الكل بحكي عن البيئة مع اجتماع الرؤساء العالم حول البيئة البيئة هي خليقة الله التي وضعها بين ايد الانسان جعل الانسان مسؤول عن الخليقة جعله وكيل له على هذه الارض على صورته ومثاله انمو اكثرهم للارض واخضعوها والى اخره مسؤوليتنا اللي الله اعطانا اياها فايش اللي عملنا فيها ما هو هذا العالم ما هي الكنيسة اللي من اللي نسلمها لابنائنا للجيل الجديد فهونا رؤية الكنيسة مهم جدا حول موضوع ما هي الكنيسة من نحن داخل الكنيسة وما هي رسالتنا رؤيتنا اللي ما هو خارج الكنيسة ايضا ما هي رسالتنا نعم حلو في اتصال لابونا بعد اذنك معلش ناخده حلو حلو صوار خير اهلا اهلا فيك هلا كيفك دكتور ممكن نحكي معا حلو عن دكتور جلال فخوري الكاتب والباحث والمحلل السياسي وايضا الملتزم في الكنيسة والتعليم المسيحي والارشاد حتى ايضا وصديق نورسات حلو 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 دكتور اتفضل بدي اسأل ابو جمال ابونا جمال اتفضل معك اه سيدي الكنيسة الكاتوليكية تقوم على محورين حلو نعم نعم عم نسمعك دكتور تفضل الكنيسة الكاتوليكية تقوم على محورين مادي وروحي المادي يتعلق فيه السياسات الدولية وما يدور في الكون والسياسة الروحية هي حول وحدة الكنيسة وما يجب ان يفعلوه العلمانيين في مساندة السلك الكهنوتي في الدعوة الى الوحدة حلو الجزء بدي اناقش الجزء الاول الجزء الثاني تركه لسلك الكهنوتي وللفاتيكان وهو يعالج هذا الموضوع نعم فيما يتعلق بنظرة الناس الى الكنيسة ماذا يأملون من الكنيسة ان تقوم في ظل عالم مضطرب عالم منهك فكريا وفقر وامراض وعالم باختصار عالم يتردى ماذا تفعل الكنيسة في معالجة ولو على الاقل ان تريح الناس فكريا ان الكنيسة لا تتركهم وانها هي معهم كيف تقنعون الناس بالالتفاف حول الكنيسة يعني موضوع الاقناع هذا مهم جدا تقنع الكنيسة انها هي ارادت او تريد هذا الفكر الجديد وهذا الطرح الجديد حلو اتفضل الكنيسة لها وجهين نعم ومرتبطات مع بعض الوجه المؤسساتي اللي ثمان مادي كمؤسسة والوجه الروحي اللي موجود للكنيسة كاستمرار لعمل خلاص المسيح في هذا العالم التركيز كان على الوجه الاول اللي لا ينفصل عن الوجه الثاني وهي ان تقوم الكنيسة باعلان الانجيل بوضح هناك مبادئ في الانجيل يجب ان لا نتنازل عنها وان نحافظ على نقائها وصفائها مثلا كرامة الانسان نعم احنا بنعرف اليوم مع العالم اللي اللي حكيان على مضطرب على المتالك صحيح بمعنى خاصة تفضيل الربح المادي على الانسان وحقوق الانسان كتير مرات منضحب الانسان من اجل الربح المادي هذا العالم اللي موجود كيف ممكن انه نذكر العالم وتكون رسالة الكنيسة باولوية الانسان نعم وخاصة على مثال السيد المسيح اولوية المحتاج حلو المسيح ما بين كل الناس كان روح عند الانسان الفقير او الانسان المريض مشان كان يعطيه اولوية اللي بتقوم فيه الكنيسة ان تحافظ على هذا الصوت النقي بيعطي مثال لما بنحكي عن العولمة العولمة هي هيمنة رأس المال عمليا اذا بدك في الاقتصاد والدول الكبرى والدول الغنية على العالم بينما الكنيسة تسعى دائما وقداس البابا تذكرنا بعولمة الرحمة عولمة التضامن وليس عولمة المادة والتجارة والاخرين وهذا يتم تطبيقه بشكل عملي من خلال الكنيسة ومؤسسات الكنيسة بجوز نعرفش كثير عن اللي بتقوم فيه الكنيسة ولكن من خلال اذرعها الكثير الرهبانيات الابرشيات اللي في العالم اللي بتهتم بموضوع الفقر بموضوع الصحة هو بتذكر دايما انه التطعيم مش للدول الغنية تطعيم ضد الكورونا هو حق لكل انسان فعلى سبيل المثال فهذا الصوت اللي يصغى اليه من البعض الحقيقة ولكن فيه تغيان للرأس المال بمعنى تغيان للرغبة في الربح المادي فبعطي مثل آخر شركات الأدوية صنعت أدوية للأيدز بالمساعدة والتكلفتها عالية جدا هذي الشركات من أجل المحافظة على الربح رفضت أن تقوم الدول الإفريقية التي تعاني من مرض الأيدز بتصنيع هذه الأدوية محليا لازم يشتروها بسعرها الغالي جدا اللي لا يقدر عليها الإنسان فبالنسبة لهذه الشركات يموت الإنسان ولا يشتري الأدوية ولا يخسر هنا دور الكنيسة وهنا الكنيسة بتعمل كثير أولا من خلال قدسة البابا ومن خلال الكنيسة الأصغفة ولكن هناك مجموعات كبيرة من المؤمنين يستلهمون تعليم الكنيسة الاجتماعي وفي ممارساتهم اليومية وخاصة في التزامهم السياسي لما نقول أحزاب مسيحية ألا هي مش مسيحية أكيد في إيروبا ولكن في منها اللي تستلهم تعليم الكنيسة الاجتماعي لتحقيق عدالة ما بين الناس هناك بين قسين حرب ما بين هذا الصوت صوت النبوي للكنيسة وعمل الكنيسة وما بين هذا العالم الذي يسعى إلى الربح المادي مجموز السينودس هون إلى دور نعم إنه يكون يرجع من جديد إلى صوت الإنجيل إلى المدافع عن قيم الإنجيل نعم مثلا كرامة الإنسان علينا أن ندافع عن كرامة الإنسان الإنسان المريضي اللي بلاقيش دواء يتعالج فيه هذا انتهاك لكرامة الإنسان فدفعنا عن الإنسان كل إنسان وخاصة إنسان محتاج هو جزء أصيل من رسالتنا فسؤالي أنا خلال ما نحكي عن الوضع في العالم كله وهو الوضع سيء خلال نحكي عن بلادنا كيف يمكن أن نقوم بهذه الرسالة الروحية أولا من خلال مؤسساتنا تجاه الإنسان المحتاج وعننا محتاجين جدد إن كان اللاجئين إن كان اللي ضرروا من جائحة كورونا في عنا فقراء جدد موجودين خلينا ككنيسة نتساءل مع بعض كيف يمكن أن نرفع صوت الإنجيل وأن تكون ممارستنا ملهمة من الإنجيل فجوابي مش إنو الكنيسة بتقوم بكل الدور إحنا لازم نراجع نفسنا وفي القداس دائما لما بنبدأ في أنا أعترف بصراطة أنا أعترف في الفقص اللاتيني أنا أقول خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة جدا خلينا نعترف بأخطاءنا كأفراد وكمؤسسات وككنيسة حتى أننا نساعد أبونا يعني التعليقات عندنا نحن من في حتى مش عارف كيف صحيين بكندا وأمريكا خاصة من العراقيين اللي بدول مهجر اللي هاجروا وعن عاشوا في كندا اللي عايشين في كندا في هولندا عندي في عندي أمل السلمان عم بتقول كمان أيضا علينا أن نصلي من أجل اللاجئين الموجودين كمان ببلاد الشرق خاصة أنه كيف السينودوس رح يساعدهم هذول هل سيرفع عنهم ظلم هل سيرفع عنهم هل سترجع العدالة إلهم هل س... يعني هذه أسئلة الناس أبونا هو السينودوس يعني مش معجزات رح يقوم فيها ومش هلا كن فياكن يعني هذي مسيرة طويلة ومثل ما أنت تفضلت قلت أنت عم تبني كنيسة تسلمها للأجيال القادمة لأنه إحنا وصلنا لمرحلة هلا علينا أن نرفع المنحة تبع النضوج نضوج الكنيسة ونضوج الإنسان المؤمن فهاي الأسئلة اللي بيترود الناس بيفكروا أنه ممكن تحللهم قضيان ترجعهم لبولة بلادهم المهجرين ترجع بلادهم لإلهم في أمور التي يمكن أن نحققها ولكن فقط عندما نعمل معا نعم دعوة السينودوس أولا أن نصغي للمهاجرين حين نحكي عنهم نعم ونفترض أن هذه هي حاجاتهم واحتياجاتهم حين نصغي لهم نعم كمان نسمع منهم ونحاول أنه يكون في الممخول الشركة علىها بتضم كل الفئات مع بعض في أعمال تقام من أجل اللاجئين على سبيل المثال في الأردن نعم 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 خلال مؤسسات الكنسية نعم خلال مؤسسات الكنسية اللي بتشتغل خلينا ننتقل من بشو تكون هذا من ثمار السينودوس نعم ننتقل من المساعدة الإنسانية إلى الأدفوكاسي إلى أن نحمل همومهم وقضيتهم أيضا وحقهم في أنهم يرجعوا لبلادهم ونعيشوا ندافع عنهم فندافع عنهم مش دفاع لأي فئة سياسية نعم ولا لأي توجه سياسي ولكن دفاع عن الإنسان كإنسان حقه يعيش في وطن وحقه أنه يعيش بكرامة خلينا مع بعض شوف إيش اللي ممكن نعمله ما بدي أعطي نتائج إيش رح يصير بعدين ولكن مع بعض نعم بتهيئة اللي ممكن نعمل أشياء كثيرة اللي بصير مع اللاجئين بصير مع الفلسطينيين بصير مع العراقيين اللي طلعوا يعني اليوم كيف ممكن نوقف مع إخوتنا في لبنان نعم كلها قضايا خلنا نتراحها مع بعض وشوف إيش اللي ممكن يلهمنا الله إنه نعمل هلو دكتورة باشمة نعم بس خليني أستكمل وجد نظري نعم تفضل أنا بتصور إنه ممكن أجبنا ولو جزء للسؤالك الأول بس تفضل لمداخلتك دكتور تفضل أنا اللي تعليقا على كرامة الإنسان اللي ذكرها نعم كرامة الإنسان تتعلق بالروحية المتعلقة بالكنيشة نعم أي بعبارة ثانية إذا كان الإنسان ينظر إلى الكنيشة بأنها هي المنقذ نعم فعلى الكنيشة أن تقوم بدورها أيضا بإنقاذ كرامة الإنسان من الإهانات التي توجه إلىها نعم نعم يعني هذا كمان خط آخر أيضا للحفاظ على كرامة الإنسان كإنسان بعيش في هذه البلاد يعني بعبارة بسيطة ماذا تفعل الكنيشة لإنقاذ كرامة الإنسان من الإهانة الإنسان يهان والإنسانية يهان نعم وطاركة أيضا رح تكون مرحلة اللي هو وضع وثيقة أو بيان لقداسة البابل النظر فيه شكرا لك دكتور شكرا للمداخل تفضل نعم أولا ننظر إلى الدور اللي فعلا بدخون في الكنيزة نعم بكل مؤسسات ماذا نعمل لكرامة الإنسان؟ اهتمامنا بالتعليم نحن أول نحن من أوائل اللي هتموا بالتعليم في الأردن فتحت مدارس قبل أكثر من مئة وستين سنة نعم وبدأنا بتعليم البنات في القرن التاسع عشر أول مستشفى في عمان كان تهيلي المستشفى الإيطالي إيطالي وفتحنا مستشفيات من خلال الرهبانيات في كل مكان يحتاج للأدوين ومؤسسات أخرى كثيرة عم ديشهد عليها التاريخ ويتشهد عليها نعم بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية نعم ذكرت هذه المؤسسات لأنها ساهمت في بناء هذا الوطن نقول ساهمت الكنيسة ساهمت أيضا في بناء الدولة الأردنية الكنيسة لما فيه رهبانيات بتعمل هاي المؤسسات لما فيه أي مؤسسة تابعة للكنيسة أو هي الكنيسة اللي بتخون فيها وهنا خليني أحكي كمان عن هذه الشركة اللي موجودة على مستوى الكنيسة الكاثوريكية كلها اللي الدعم اللي منطلقها حتى نقدر نقوم بهذه الرسالة كمان هذا الكنيسة الكاثوريكية الدعم من رأس الكنيسة الكاثوريكية لبلادنا إلى آخره بدون ما ندخل بتفاصيل ولكن احنا بنشعر بهذا الدعم وبهذا القرب حتى نقدر نقوم بهذه الرسالة النقطة الثانية اللي بدي أزيدها باختصار وهي للكنيسة دور نبوي احنا بنعرف الأنبياء لما كانوا ينتقدوا الخطايا المجتمعية خلنا نسميها الظلم التسلط إلى آخره هذا كانوا للأنبياء يضطهدوا بس كانوا يحملوا الرسالة النبي كان مجهوز شخص واحد ولكن لأنه صوته صادق وهي رسالة من الله كان في مين اللي يسمعه احنا ككنيسة دورنا هو دور نبوي أن نحمل قيم الإنجيلي اللي سميتها أن ندافع عن كرامة الإنسان أن نسمع صوتنا بشكل واضح أن ندافع عن كل مظلوم وعن كل فقير وعن كل محتاج هذا الصوت نبوي أيضا ويجب أن يسمع أحيانا لا يسمع صوته صارخ في البريه أحيانا لا يسمع ولكن هذا جزء من دور الكنيسة هذا الصوت النبوي أبونا في تعدد لنا أو تحكي للمشاهد الكنائس المشترك في السينودوس لأنه في سؤال مرتبط على هذا الموضوع في رؤساء الكنائس الكاثوريكية في الأرض المقدسة تشمل كل الكنائس الكاثوريكية وهي البطرياركية اللاتينية الروم الكاثوريك، السريان الكاثوريك، الأرمن الكاثوريك، الكلدان والموارنة الكنيسة المارونية، والعمل يتم زي ما قلت ما بين هذه الكنائس محليا بدل ما أنه كل كنيسة تعمل السينودوس مع البطرياركية بشكل مباشر لا تفقنا نعم نشتغل هون مع بعض وكلنا نرفع تقاريرنا ونتائج هذه المسيرة لمجلس بطرياركة الشرق فأنا بحكي عن كل الكنائس الكاثوريكية اللي سميتها اللي مشاركة مع بعض السؤال من إحدى المشاركات، الدكتورة سهاونة عم بتقول إنه ما هي كيف سنعمل معا بدون مشاركة أيضا الكنيسة الشقيقة الأرثوذكسية؟ مؤخرا أجانا من ضمن الوثائق السينودوس رسالة من الكاردينال رئيس مجمع الأساقفة والمسؤول مباشرة عن السينودوس الأساقفة يدعونا إلى أن نسير بشكل مسكوني وأن نسغل الكنائس الأخرى وخصوصا إلى الكنيسة الأرثوذكسية في بلادنا نعم وباقي الكنائس أكيد نسمع لهم وندعوهم للمشاركة هذه الحركة هذا السينودوس هو خاص بالكنيسة الكاثوريكية نقدرش نفرضه على أي شخص ثاني ولكن يجب أن نقوم به بروح مسكونية بروح الانفتاح على هذه الكنائس وأن ندعو الكنائس الأخرى أنه تصير معنا تساعدنا تنورنا تشاركنا بخبراتها لأنه كل كنيسة فيها خبرات فيها كنوز وكنز أي كنيسة هو كنز مشترك لكل الكنائس فالدعوة أن نتتم هذه المسيرة أن نعمل معا أن نعمل مع الكنائس الأخرى غير الكاثوريكية مع العلم أن هذا السينودوس هو خاص بالكنائس الكاثوريكية لأنه في سؤال معلش ما تأخذني أبونا بس بعض الأشخاص بقول هل سيتم يعني المؤمن الكاثوريك سيستفيد والمؤمن الأرثوديكسي لن يستفيد مع أنه المتألم واحد والألم واحد يعني مشترك سؤال بطرحه على الشخص اللي سأل هذا السؤال وعلى الجميع وهو هل يمكننا أن نستمر لوحدنا كل الكنيسة لحال نعم ما معنى وحدة الكنيسة؟ أو نحكي هلا عن وحدة الكنيسة الشاملة الكاملة ولكن كيف يجب أن تكون العلاقات المسكنية فيما بيننا؟ كيف ممكن نتعاون بين بعض؟ نعم وكيف ممكن أن نكون قراب من بعض نفهم بعض نسمع بعض ونتعاون كل الكنيسة فيها المشاريع الإنسانية نعم لكن كيف ممكن نتعاون؟ بعطي مثل في مبادرة جديدة رح تبين خاصة قبل عيد الميلاد في المشاركة ما بين الهيئات الكنيسية التي تعنى بالفقير نعم بالمحتاجين وسيكون العمل مشترك بين هاي الهيئات وبالتنصيق بين مختلف الكنيسة خطوة الأمام خطوة رائعة جدا كل شعر أن هذه مسؤوليتنا خاصة بمناسبة عيد الميلاد إلى آخره خلي نشغل مع بعض لنسمع من المؤمنين كيف نشغل مع بعض نعم ما هي الخطوات العملية اللي ممكن أن نأخذها مع بعض حتى تكون قلوبنا وأذهاننا منفتحة لجميع المسيحيين حتى نشغل مع بعض يعني اجتماعاً مثلاً لما بنا تعملوا بعتقد أنه هيك رح يصير أليتي العمل أنه تجمعات شبابية من الكشاف مثلاً يتم الاجتماع معهم لدراسة حاجاتهم، تساؤلاتهم، طبعاً تساؤلاتهم إن كانت متألمة أو إنها كانت غير متألمة، هل سيتم مثلاً إشراك الباقي الكنائس معاً؟ لا تسمع للجميع لأنه أنت عم تحكي عن الشاب كشاب يعني احتياجاته واحدة فلما بس بس مع من الشاب الكاثوليكي هل سيعمم عن الشاب الأرتوديكسي مثلاً؟ يعني إحنا هيك عم نحدد لأنه هون في مجموعة من الشباب الكشاف يعني مش حطين هنا يعني حطين مجموعة الكشاف إنه ماذا عن مثلاً احتياجات الشبيبات والكشاف الأخرى من الكنائس الأخرى؟ هل سيتم كمان الاستماع لحاجاتهم؟ الدعوة لهذه اللقاءات لمختلف الفئات فالفئات هي ممكن تكون داخل الرعية معناته الكشاف الرعية الشبيبة، المدرسة، النساء، المجلس الرعية، كل الهيئات اللي موجودة وأيضاً للرعية بشكل عام لما يكونوا ملتزمين وبعدين في عنا لقاءات أخرى الشبيبات بين بعض كل الرعاية من مستوى المملكة الكشاف اللي هي العامة الكاتوليكية إلى آخره كل هلايات تكون وهنا في مجال عندنا إن كان على مستوى الرعية أو مستوى العام لدعوة البعيدين على الكنيسة أيضاً لما بنحكي عن الكشاف كمثال، كنموذج كنموذج خلينا المسؤولين الكشاف بين بعض على مستوى المملكة يلتقوا مع بعض يتباحتوا بهذه الأمور وإيش المشكلة إنهم يلتقوا مع باقي الكشافات المسيحية اللي موجودة في البلد ويطرحوا نفس المواضيع مع بعض حتى إنو نصغي للجميع وهذا قوة إلنا نعم فبدل ما تحملونا مسؤولية خلينا أنتو التقوا مع بعض، أنتو ادعوهم نعم والمجال المفتوح دائماً إنو نلتقي بحسب هذه الفئات المختلفة لا، الهم واحد والمسؤولية واحدة والرسالة واحدة فخلينا نكون مبادرين بأنو نعمل بطريقة مسكنية على مختلف المستويات وهذا المجال مفتوح للجميع ما نتوقع تنظيم مرتب لكل مراحل إلى هذا ومين اللي يجتمع الآخرين خلي الروح القدس اللي يخودنا ليشتغل فينا في مؤمنين آخرين في مسيحيين آخرين اللي موجودين خلينا نمشي مع بعض ونفكر ونصلي مع بعض حلو، أبونا في غبطة البطرييرك وجه رسالة بخصوص السينودس وذكر فيها أنه من المهم أن نربط خبرتنا في الحياة بالكتاب المقدس كما فعل يسوع مع تلميذي عماوس ونرى كيف يمكن للكتاب المقدس أن ينير الأعمال البارزة في الحياة وكيف يمكن أن يعطيها رؤية واتجاها مختلفاً نعم نعم نحن متعوتين في قراءتنا للكتاب المقدس والتعامل مع الكتاب المقدس أن نقرأ النص الإنجلي ثم نبحث ماذا يعني لنا هذا النص اليوم نعم في السينودس الموضوع مع كوس نبحث أوضاعنا ومن ثم نرجع للكتاب المقدس حتى نستلهم الكتاب المقدس المثل اللي حكينا عنه قبل شوي موضوع البيئة نعم وقلنا البيئة في عنا مشكلة كبيرة واللي احنا نتحمل مسؤولية ورجعنا لنص الخلق نعم لما الله خلق العالم وخلق الإنسان وجعل الإنسان فنستلهم بعد ما نبحث وضعنا نعود إلى الإنجيل حتى نصغي إليه نعم وإلا بصير نصغي لبعضنا البعض بشريا بصير حوار طرشان بيننا إلى آخر إذا كان في هذا الانفتاح على كلمة الله في المواضيع المختلفة نستلهم كلمة الله نعم أبعطي مثل ممكن أن نعمل اجتماع ونناقش بكل هذه الأمور وبعد الاجتماع نلتقي مع بعض للصلاة نعم نقرأ مقطع من الإنجيل نفكر ومنصلي فبكون مقطع الإنجيل هو ملهم إلنا وبعتقد الإنجيل بعمل معنى زي ما عمل يسوع مع تلميذان عمواس إنه فتح قلوبهم اللي يفهموا نور حياتهم في الواقع اللي هم كانوا عايشين فيه دخليني نتعامل مع الكتاب المقدس بهذه الطريقة بمعنى إنه هو النور كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيله هذا هو الكتاب المقدس في مسيرتنا نستلهم نور الإنجيل لما منناقش مواضيا نوقف شوي نقول يسوع عايش بعلمنا يسوع عايش بحكي لنا ما هو المثال اللي بعطينا إياه يسوع بعطي مثل الإنجيل الأحد الماضي المسيح اللي شفى أعمى عليها نعم بيلهمنا بكثير نقاط ما بينها الأعمى كان على همش الطريق نعم كان مهمش اجتماعيا الناس حتى حاولوا إنهم يمنعوه يحكي مع يسوع كان يستعطي كانش أحد فاجتماعيا مرذول مهمش مثال يسوع بقول لا ادعوه هون محله في وسط الجماعة كانش بيلهمنا هذه الحادثة على سبيل المثال الاهتمام بكل الفئات اللي منعتبرها اجتماعيا مهمشة المرضى أصحاب الإعاقات المحتجين الفقراء المهاجرين إلى آخرهي ليش في هذه النظرة التهميش اللي موجودة لما من نطرح هذه الموضية ونقول ايش تعليم يسوع ايش بيلهمنا حتى أنه فعلا يفتح قلوبنا حتى نفهم كلمة الله كلمة الله هي اللي بتقودنا وكلمة الله هي كلمة حية كلمة نور بالروح القدس مشان هيك دائما مصالة إلى الروح القدس في البداية حتى أنه يلهمنا يفتح أذهاننا وقلوبنا لسماع كلمة الله فمسيرة بدون كلمة الله زي تلميذين عمواس المروحين بدون يسوع نعم فكلمة الله هي اللي بديها ترافقنا وهي اللي بديها تعطينا رجاء جديد ونور جديد لحياتنا ولكنيستنا قبل ما ننهي أبونا ما هو المطلوب من الإنسان المؤمن الآن اللي بيسمع هلا عن مسيرة السينودوس إيش المطلوب منه يعمل يعني هذا كمان إنسان يعني بقول لي طيب شو بتكم منا أوكي يعني هذا فعلا البابا فرانسيس إنه شو بتكم منا يعني ووجعنا إنتم شايفينه يعني شايفين موجاعي يعني الكنينسي شايفي وجاع الإنسان لأنها يعيش وضمعنا للناس يحاجر هذول الناس يجوا عنا مشان نشتغل مع بعضنا حسنا نعم البابا فرانسيس عوضنا على شغل جديد والتي هي مزع جلال خوارني مرات متعوضين الباباوات يعملوا تعليم يصلنا ونخبر الناس عنه نعم هلا البابا فرانسيس بعمل تعليم للناس بيجوا الناس بيفطنونا فيه بذكرونا في التعليم من الألبا نعم الدعوة هي دعوة للمؤمنين كلهم نعم 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 نحكي في مواضيع كده المؤسسة اللي تابعين إلها الجمعة اللي تابعين إلها إنه بدنا نمشي بهذا السينوذوس بدنا نناقش المواضيع المهمة فيما بيننا وبدنا نعمل هذا وبدعوا أيضا إنه أي مجموعة فرعية يعني يعملوا مناسبة أو ثنتين اللي ينتقلوا فيها لمكان آخر يروح يلتقوا مع ناسين يتعرفوا على الموجود فهي دعوة للمشاركة يعني المنتظر من المؤمن هو اللي يعمل اللقاء مع الكاهن نعم نعم وليس الكاهن يرتب لقاء ويدعو في المؤمن لا المؤمن ما يستنوا الكاهن إنهم هو اللي يدعوهم ولكن يذكروا الكاهن هين موجودين جاهزين يلا خلينا نمشي في المسير في السينوذوس يعني هلأ أنتم منتظرين من المجموعات اللي عاملة في الكنايس إن كانت أخويات إن كانت شبيبات كشاف إلى آخره إنهم يعملوا لقاء يدعوكم أنتم لأنه هذه رسالة قداسة البابا عم توجهة للمؤمنين يدعوكم أنتو كإكليروس نعم إنكم تسمعوا لهم يوجهوا مطالبهم يوجهوا ألامهم يحكوا استياءهم ينقلوا لكم إياه وأنتم في التالي اللي تحملون هذه الرسالة وتنقلوها إلى الأصافق نعم بكل بساطة حتى إنه الكل يشعر إنه هو جزء من هاي المسيرة وهو جزء من هاي الكنيسة فإذاً على الشبيبات والكنشافة إنهم يتحركوا الآن في عمل اللقاءات ومجموعات هم جزء قصير من الكنيسة مش بحاجة لإذنها مشان يلتقوا من نفسه تم الإفتتاح أبونا تم الإفتتاح نعم نباشر على مختلف المستويات حتى إنه ما نظل على مستوى التذمر من وضع الكنيسة نعم ولكن ننطلق لرؤية جديدة لمستقبل جديد لحلم جديد لكنيسة اللي أرادها السيدة المسيح واللي منحلم فيها جميعا يعني دايماً نحكوي زي ما العرف بتداول الكرة في ملعب المؤمن الآن نعم عليه و هي هو أن يحدد طريقة اللعب في الملعب اللي هو حق للرب طبعاً الثمار مثل ما ذكر غبطته في رسالته أن الثمار غير منتظر على السريع تسكون أو مثلاً حلول مفاجئة عجيب لكن الثمار بتوصل بالعمل الطويل وأيضاً في الحقل كلنا مدعوين للعمل في هذا الحقل كلمة أخيرة أبونا بتتوجهها للمؤمنين و ننهي فيها برنامجنا كلمة أخيرة هي أنه نحن كلنا كنيسة نعم نحن كلنا جسد المسيح مهما كان التنوع الموجود والمواهب المختلف الموجودة كلنا جسد المسيح لنعمل معاً لنتضامن معاً لنسير معاً نحو غاية وهدف الذي هو يسوع المسيح لكي نصل معاً إلى ما نحلم به وما يريده مننا السيد المسيح فهي دعوين للجميع أن كل واحد يشرحها له هو جزء من الكنيسة حتى كلنا مع بعض نحمل هذه المسؤولية في هذا السينودوس ومن أجل كنيسة أفضل أمين يا رب أبونا أنا شكري كثير حضورك وكمان سعد صدرك للأسئلة الأشخاص اللي سألونا بس أنا بتمنى كمان أنه قدرنا نرد على ثلاثة أربع الأسئلة اللي وصلتنا من خلال طبعاً الحلقة والنقاش اللي بتم أيضاً صارت في أسئلة لاحقة الحلقة راح تكون على فيسبوك ممكن ترجعوا تحضروها من جديد وتسمعوا بدايتها لأنه في بعض الأسئلة كأنهم ما كانوا في بداية الحلقة نحنا راح ننهي برنامجنا اليوم نشكر أبونا جمال خضر النائب عفواً النائب البطرياركي الكنيسة اللاتين في الأردن على هذا اللقاء وهذا التوضيح عن السينودوس السينودوس السيرو معاً السينودوس شركة ومشاركة ورسالة ننطلق منها لكنيسة جديدة كنيسة المستقبل إن شاء الله تكون هذه المرحلة القادمة مرحلة التجديد وأمل للمؤمنين بشكر كل الأشخاص اللي كانوا على الفضائية وأيضاً كانوا على صفحتنا النورسات بشكر الأشخاص اللي تواصلوا معنا من خلال التعليقات وأيضاً طرحوا أسئلتهم بشكر الدكتور جلال على اتصاله ومشاركته ومداخلته وبشكر كل الطاقم اللي عامل على هذه الحلقة اللي نقلها الأردن ولبنان نتمنى لكم نهار مبارك وصباحكم نور إلى اللقاء عجوب التلينوبيار مستمرة مستمرة فيكم مستمرة لكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولاد ولادكن وللجيل البعد ولاد ولادكن من بعد لما تكون تعبن بهمة عندك كلمة ريحة أما ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير محبي وفير محبي وفير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي لنم صلوات ليل ومير محبي وخير نور ساتي ليل نور ساتي ليل نور ساتي ليل نور ساتي ليل نور ساتي ليل